ناخد خبر أيضاً موجود في صحف وأخبار النهاردة كلها ودي عندنا البي بي سيوس أنه نقلته الصحف والأخبار العالمية بيقول الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان تم الإفراج بالأمس عن الفريق سامي عنان وكان في محباسه وكان أعتقد بقاله أكتر من سنة على خلفية ترشحه أو إعلان ترشحه لإنتخابات رئيسية على غير العادة وبدون إذن من المؤسسة العسكرية وده لقى قبول مبارح من تقريباً معظم الجرائد أنا طبعاً كنت مع القرارة جداً يعني ما احترمنا الكامل للقضاء ومؤسسات الدولة نحن نحترم طبعاً القضاء ومؤسسات الدولة لكن في النهال فريسة معناً يعني أنا عملية حرس وانا كنت من الناس اللي ضد عملية حرس فريسة معناً يعني مش عايزين نتكلم كتير عن الملابسات لكن في النهاية يعني خلي بالحظاتك نحن مفروض عندنا أزمة حقيقة خلينا ناعترف بها وهي قصة وجود الرأي الآخر عملية وجود الرأي الواحد أو الصوت الواحد ده فترة كبيرة يعني ده من الصح الإفراج عن فريسة معناً هو خطوة لتصحيح أمر كان خاطئ لأن الراجل في النهاية كان يترشح حتى لو كانت هناك بعض الملابسات سعزين أكد أن تم الإفراج عنه مش بأمر قضائي أو بانتهاء مدة حبسه أو بأي شيء ولكن هي بإرادة القيادة السياسية ده إفراج من الرئاسة الجمهورية بشكل مباشر يعني عايزين نأكد أن لابد أن نحترم كل الرموز العسكرية لابد أن نحترم الرأي الآخر ونحترم أن يبقى فيه تعددية ويبقى فيه وجود أكتر من مرشح للرئاسة لأن ده يعني بيطفي نوع من الدموقراطية وإسرائيل الحياة السياسية